اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المحضرة اللي فات خلصنا ادراك الصور ادراك صورة اللوجو وصورة الصورة للسوشيال لينكس عايزين بقى نبدأ في الوقتي نغير بقى في الحاجات بتاع طوية مثلا نغير بقى سوريا نفتحها كده مع بعض ها الموقع بتاعي هوا زي ما احنا شايفين كده عايزين بن ايه ننسق اللوجو وننسق الايكونات بعد السوشيال لينكس طيب ومن طالب بساطة كده احنا وقفنا ايه قلنا ان احنا عندنا نهيدر اهوا عملنا الهاج بتاعه وعملنا اللوجو وعملنا الايه وعنصر الايمن طيب بعد اللوجو بقى احنا في الجزء الاولاني ده هنحط البوزيشن بتاع اللوجو خلاص وبعد كده هنحط ايه هنحط بقى الايه الوصف الصورة اللي احنا هندخله بقى هو اللوجو فهنكتب ايه هناخدها كده كده كوبي مش سنكتبها تاني هوا كنترول سي وهنقف هنا ونعمل كنترول في سبيس كده ايميج سريد عربي ايميج تمام طيب جوه اللوجو بقى هنحط ايه اول حاجة هنحط الفلوت بتاعي احنا عايزين اللوجو ايه احنا عايزين لوجو ناحية الشمال صح؟ مش اللوجو عندي في التصميم ناحية الشمال فانه هعمل ايه؟ احنا عايزين ننزلو قوان شوي عشان هو فوق نخلي مثلا ايه نخلي 30 بيكسل احنا عايزين كمان ايه نخلي في مارجن هنا او هامش هنا ايه شوية كده فانخلق نستخدم ايه او ندخل المارجن ليفت نخلي مارجن ليفت 10 بيكسل كونترول اس ونعمل ايه رفريش بالشكل ده ده عايزينه كمان نخلي مثلا 30 ونعمل رفريش اهو بالشكل ايه اللي قدامي ده تمام؟ طيب احنا خلاص نسقنا اللوجو عايزين بقى نسق الايه؟ طبعا قبل ما نسق اللوجو احنا دلوقتي نسقنا البوزيشن بتاع اللوجو ووضع اللوجو فين مكان وفين في الصفحة بتاعتي هننصق بعد كده الايه؟ الصورة بتاعت اللوجو صورة اللوجو بقى ايه؟ هننصق اعبا هنحدد فيها الايه؟ الويتز والهاي بتاعتها طب الويتز والهاي بتاعت اللوجو هنجيبها منين بردك من جوه الفوتشوب كده عايش نفتحه كده سريعا شحنا بس راستارة الجهاز عايش سويني بس يفتح بسريعا كده بحضراتي عايزين نعرف الايه؟ عايزين نعرف الويتز والهاي بتاع الايه بتاع اللوجو بتاعي هجيب الويتز والهاي بتاع اللوجو بتاعي ازاي؟ اها بمنطقة البساطة زي ما احنا قلنا قبل كده هوا انا طبعا هاخفي بس السلايز بتاعتي هشيل السلايز هي بالشكل ده عايز اعرف اللوجو الصيز بتاعه كام؟ هقف على الجزء اللي فيه اللوجو اللوجو ده وعم في البانرا فوق هفتح كده ولا عندي الايه؟ اللوجو بتاعي اهوا هوا ده اللوجو فهعمل بردك رايت كليك وعمل شو اند هايد اول وهكبره كده شوية هسلك اللوجو هروح عامل ايه؟ وقفة في اللوحة بتاع اللير زي ما احنا شايفين وهضغط على مفتاح كنترول وجوه الشباك ده وراح عامله كده هيسلكهولي بالشكل ايه الموجود قدامي ده كاني هحدده فهعمل ايه؟ كنترول سي كاني هعمل انه كوبي نسخة هعمل كنترول سي باكده افتح الملف جديد اهوا هتبع لي ايه؟ السايز بتاع اللوجو بتاعي اهو 308 و 77 الويدز بتاعي 308 والهاي كام 77 فاقف هنا وقتب ايه؟ الويدز بتاعي 308 بيكسل والهاي بتاعتي 77 بيكسل كنترول اس وعمل بردك ريفرش للصفحة بتاعتي اهي طبعا مش هيأثر في حاجة انا اصلا بس كل اللي عملته ايه دخلت السايز بتاعي تمام؟ طيب احنا كده خلصنا الايه؟ خلصنا الجزء بتاع الايه بتاع اللوجو خلصنا عنصر اللوجو خلاص نيجي له عنصر البعد اللي هو الايه؟ السوشال لينك بردك نفس الموضوع سوشال لينك عندي سوشال لينك وعندي بعد كده الايه؟ السوشال لينك امج تمام؟ السوشال لينك انه هو بنفس النفس القصة كده انا عايز اعمل ايه؟ طبعا السوشال لينك عندي انه هو انا طبعا ارجع الموقف ايز امكان تاني اهو وهشيل التحديد بعمل كنترول دي عشان الغي التحديد السوشال لينك دي محفوظة فين؟ عالشمال ولا على يمين؟ على يمين فالفلوت بتاع هيبقى فين؟ فلوت بتاع هنحل اليمين فهقف هنا وعمل ايه؟ فلوت وعمل ايه؟ ريت وعمل سيمي كولوم بالشكل ده وعمل كنترول اس وعمل رفرش هيجاتلي على يمين بس انا عايز ايه اخد مارجن كده او هامش ايه هامش جانبي هقف هنا اعمل مارجن مارجن رايت هخلي مثلا ايه؟ 20 بيكسل هعمل كنترول اس وعمل رفرش كده او اهو طبعا عايزين كمان مارجن طوب عشان ايه؟ عشان ينزلي فوق مارجن top واخلي ايه واخلي مثلا 30 بيكسل وهامل رفريش كده نزلي بس نعايزة ينزل كمان اخلي مثلا 60 بيكسل نزله كمان خلي 70 بيكسل أو 90 بيكسل رفريش تماما وكده ايه لحد ما مزبوط زي ما احنا شايفين بالشكل ايه بالشكل القدامينا تمام يبقى انا السقط انا بس ممكن انزل شوية اللوجو ده عشان شايفيه عالي شوية ممكن اخلي اللوجو بتاعها خلي مثلا ايه خليه 40 نا احنش هايزين هايزين طب سوري ده اخلي 50 وهعمل كنترول اس كده وعمل ايه رفريش للصفحة كده تمام يبقى انا ايه نصقت الدواء ونصقت نصقت اللوجو ونصقت الجي كويري او المكتبة اللي هي المتحركة دي احنا عنا عنا عرف زين ركاوب بردك بس هاحاكزها بمساحة ايه بمساحة صورة طيب احنا هنبدأ بندخل بلس انشاء الله لسلايدر اا اول حاجة هاخد بس التاج بتاع الكممنت ده وهعمل منه كنترول اخد منه كوبي بست بست طبعا بدل الهيدر بقى هندخل ايه هندخل مكانه لسلايدر هنكتب ايه سلايدر سوريا عربي احنا عزينا سلايدر تمام وبدل انس طبعا نعمل ايه؟ ستارتس هنا هو وان تمام وبردك نفس الموضوع هنعمل ايه؟ بدل هيدر هنكتب ايه؟ هنكتب سلايدر تمام كده؟ طيب جوا بعد هنعمل ايه؟ هنعمل داك دف هن عزينا نعمل دف ايه؟ صح؟ اي دي وهنقفل ايه وهنقفل ده وننزل تحت نقفل تاج ال ايه تاج الدف تمام طب في النص بقى هنكتب ايه هندخل عنصر اسمه ايه هندخل عنصر اسمه سلايدر طب السلايدر ده في ايه بقى السلايدر ده في صورة فهنعمل image نستخدم واسم الامج src attribution نعرف ان نظهرها هنطلق هنا طبعا من ده ونخش الفولدر بتاع الامج ونختر ايه الصورة بتاعتي الصورة بتاعتي فين احنا عايزين سلايدر اهوا وهنعمل اوكي وبردك نفس الموضوع title اخلي سلايدر والalt برضك نفس القصة اخلي سلايدر واحنا عارفين فرق بين alt والtitle تمام التايتل عشان لما عفتحت الصورة تظهر لي اسم الصورة او لو قفت على الفيسبوك مثلا عملت كده لا يتغير لي فيسبوك او قفت على تويتر نفس القصة او قفت على نفس القصة اوكي بس هنا طبعا هيظهر لي كلمة فيسبوك لانا اصلا ما غيرتاش جوه يعني من فوق اينا هو غير سبتها زي ما هي في title بتاعي زي ما هي تمام طب الalt بقا ايه وظيفتها وظيفة الalt منطل بساطة لو الصورة دي مش موجودة عندي في الفولدر فهيظهر لي مكانها مساحة فضية فبساطة الفضية دي لما قفت عليها بتظهر لي ايه الاسم الصورة المفروض تتحطينا تمام طب احنا دخلنا كده الايه الصورة بس ما عملناش لسه فيها اي حاجة يعني عملت ctrl s كده وعملت refresh بردر الصفحة بتاعتي اهي الصورة ظهرت لي طبعا ايه ظهرت في الوضع اللي موجود ده بس طبعا احنا لسه بردر ما ايه ما غيرناش اي حاجة في الـ يعني ما اشتغلناش على المال في السي اس اس تمام هنرجع تاني ملاف السي اس اس ونروح على اللوجو احنا عايزين الفلوت عايزين البادنج توب طيب احنا نخلي اللوجو بدل المارجن توب يبقى 50 هنخلي مثلا ايه هنخليه 60 تمام وفي السوشيال لينك هنخلي بردك المارجن توب بدل 90 هنخليها ايه هنخليها 100 تمام كده وعمل ctrl s احنا بس نزل ايه هنمساحة دي نزل شوية تحت اعمل refresh ايه نزلت تحت شوية كده شكلها كده تمام طيب نخش بردك على الـ ونكمل بقية الـ الحاجة طبعا في خطأ انا عملته محطتش فيه الويتز والهاي بتاعتي لازم بردك ادخل ايه الويتز والهاي بتاعتي الويتز بتاعتي الويتز بتاعتها طبعا انا شفتها هنا هون عرفنا زي بنجيب الويتز والهاي من جواه ملف الـ الـ بتاعي هوا بمنطقة البساطة الويتز بتاعي ساعتك قد شفتها 3A 31 بيكسل مساحة الصورة يعني 31 بيكسل سيمي كولوم والهاي بتاعتي نفس القصة 3A 31 بيكسل تمام ونعمل سيمي كولوم ونعمل كنترول اس كده ومش هيأثر في حاجة لانه قردي مزبوطين وكل حاجة تمام خلاص هنخش بقى في ملف السي اس اس ونبدأ نعدل في عنصر ايه نبدأ نعدل في عنصر اللي احنا دخلنا الجديد اللي هو ايه اللي هو السلايدر تمام طيب السلايدر بقى بتاعي هعمله ايه هاخده كده بردك كوبي واخش هنا وهعمل ايه وهعمل علامة طبعا ده خلاص ده خرج برا ايه برا الهيدر فانا مش لازم ادخله جوه هعمل علامة الشباك كده واكتب ايه سلايدر وعمل بردك كوصين وانزل تحت اعمل كده طبعا قبدي علامة الشباك وطبعا اميج اوكي ونخش هنا ونعمل ايه بردك كوصين نخش بقى جوه السلايدر ده عندي في ايه السلايدر ده منطقة البساطة اول حاجة عندي جوه السلايدر الفلوت بتاعه وطبعا انا ساوه عملت رايت او ليفت او هاو قريدي هيبقى في السنتر فمش مشكلة عندي ايه نعمل فلوت او رايت بس بردك ها ايه هزبط شغلي وعمل فلوت بتاعي سيمي ليفت وهنعمل الايه طبعا انا مش محتاجة بقى لعمل مارجن ولا بوتم ولا لغى ايه حاجة بس ممكن اصفار بردك المارجن هعمل مارجن كده سيرو او تو وعمل سيمي كولوم كده وعمل كنترول اس وعمل ايه ريفرش للصفحة بتاعتي ومش هي غير وضعه ان هو اصلا ايه انا وعلتش حاجة انا كل اللي عملته ان انا عملت واصلا او اخد كل المساحة وطبعا ايه بس طبعا بردك السلايدر ايه مش بتاعتي الويدز والهاي بتاعي هو اخد ايه الويدز بتاعي اهوا هو اخد مساحة البوكس كله اللي هي 1000 بيكسل تمام والهاي بتاعي الهاي بتاعي الهاي بتاعي 255 بيكسل عرفت منين الهاي وويدز زي ما قلت بلي كده اهوا انا هفتحه من هنا هفتح الملف بتاعي تاني انا بقرار الكلام تاني اهوا تمام ملف بتاعي اهوا هشيل بس الحاجة عايز اعرف المساحة بتاع الصورة بتاعتي دي قد ايه نفس الكلام لا بس ايه 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 من شوية هقف الصورة بتاعتي دي موجودة في ال ايه في السلايدر اهي وهي اهيه نفس القصة بردك هعمل كده هسلكها وعمل كنترول سي وابتح فاين نيو هلاقي ال ايه الطول العرض بتاعها 1000 بيكسل وطولها 255 ايه 255 بيكسل يعني ما عملتش حاجة جديدة تمام يبقى احنا جدا خلصنا الايه خلصنا تنصيق زي ما احنا شايفين كده الهيدر وخلصنا تنصيق الايه خلصنا تنصيق السلايدر بتاعي او الصورة طبعا احنا لسه مراجبناش السلايدر بس احنا ايه خدنا المساحات بتاعته والحاجات بتاعته تمام طيب في بس عندي ملحوظة مهمة ان انا عندي فيه تاج اسمه تاج الكلير الكلير ده بيعمل ايه بقى ده عشان يعني ايه يعني ينهي تأثير الكود بتاعي انا هاقفنه هوا انا خلصت مثلا ايه الهيدر الهيدر خلص هنا فهدخل تاج زريف كده لو هعمل اول حاجة هعمل ديف طبعا مراجب بيعمل وادخل جوه الكلاس ايه هادخل جوه الكلاس هسمي اي حاجة اوليكم بس اسم بردك يكون ايه معروء يعني واضح انه كلير تمام وارح ايه وارح اقفلى التاج بتاعي وعنفس السطر كده رح اقفلى تاج الايه تاج ده طيب اوكي انا كده خلصت في الملف الهتش تي اميل اروح بردك للملف السي اس اس وارح عامل ايه انزل تحت انا هوا وارح عامل ايه عامل ايه طبعا ده كلاس فا ايه مش احط مش احط عن تشباك احط مراجب احط ايه احط نقطة كده قبل الايه قبل مكتب العنصر هكتب كلير او اخدو كوبي بست مفيش مشكلة افتح بردك ايه قصين كده هو جوه القص ده الويتز بتاعي اخلي ايه اخليه 100% المرة دي هخليه نسبة فا اكتب 100% تمام والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كده واعمل سيمي كولوم كده واعمل ايه كنترول اس اوكي واعمل بردك ريفرش مش هيعمل تأثير مفيش اي تأثير هيحصل يعني فيش اي حي بقى تحصل تمام طبع احنا خلصنا كده الايه خلصنا الهيدر وخلصنا السوشيال لينك وخلصنا الايه وخلصنا سلايدر هنبدأ بمحاضرة جان شاء الله زي ننصق الايه المينيو بتاعتي خليها زي شكلها بعمل ازاي زي ما احنا عاملينه نهوا كده او شايفين مينيو بتاعتي عامل ازاي ده بقى اللي ايه اللي هنتكلم عنه في المحاضرة جان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته